السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهنا وسهلا بحضراتكم ومحضراتكم مسامع زرعي من اكاديمية بي برو تريدر. وده فيديو التحليل خاص بينا بالسوق الامريكي. هنتدى باول حاجة هنتكلم فيها هو مؤشر الداو دونس. عايزين نقول ايه الاهم الصراعات او اهم الحاجات اللي هتأثر علينا خلال تدولات الاسبوع الحالي. هنتكلم وهنكون فوكس اكتر على الانتخابات الامريكية. اول حاجة هنتكلم عليها هي مجلة اتلنتنج. واللي بتقول ان دونالد ترامب رفض الزهاب الى مدافن الجنود الامريكان في فرنسا سنة 2018. وقالت ان كان في تصريح لدونالد ترامب بيقول ان هو ما رحش فيه بسبب ان اللي توفقوا في الحرب كانوا فشلية. من تاني حاجة برضو كانت اتتشرت خلال الفترات اللي فاتت وهو كان من تحديدا كان مكتفات من كتاب بوب بوب دورد بيسجل تسجيل صوتي لدونالد ترامب بيقول فيه ان كان فيه كان مع صاحب فيه وكان قاله ان هو عارف خطر فيروس كورونا. وعلشان ما اعملش الزعر للمواطنين رفض انه يعترف فيه في البداية. الحقيقة كان كلام دونالد ترامب ردنا على الاتهمين كان اول حاجة انه في سنة 2018 كان فعلا عنده زيارة لكن الحقيقة هو ما رحش في فرنسا وبسبب الطاكس السيء. وكان تعليقه على نقطة فيروس كورونا انه عمل كده اللي بسبب ان الامريكان خصوصا انه محبش ينشر الزعر ما بين الشعب الامريكي وانه منع الطيران الصيني من الهبوط في امريكا كان بسبب كده يعني هو ما كانش الراجل حابب ان الطيران ينزل الولايات المتحدة الامريكية وبسبب اللي عمله ده كان طلعب ديمقراطيين وقالوا عليه ان هو عنصر. بالنسبة للإستطلاعات الخاصة بالرأي الامريكي عندي 58% من الامريكان بيعتبروا ان دونالد ترامب اخطأ في القرار. 25% من الامريكان بيقولوا ان القرار كان صحيح الباقي قال لك احنا مش عارفين الاجانة. المشكلة الاكبر للرئيس الامريكي دلوقتي ان الاحصائيات اللي اجرتها يوهو اللي صالح ياهو بتقول ان 15% من اللي انتخبوا ترامب في 2016 في جزء منهم كرر ما انتخبش دونالد ترامب تاني. والجزء التاني ما زال بيعد الرأيه واحتمالية كبيرة يروح لي جو بايدن. اما على قضية الجنود في 50% قالوا ان جو بايدن بيحترم العسكريين اكتر. على 39% بيقول ان ترامب بيحترم العسكريين اكتر. في استطلاع عملته شركة سياهو على 1577 مواطن امريكي اه اخدوا رأيهم في 8% من مؤيدين دولارد ترامب في 2016 هيصوتوا اليو بايدن. خلينا نقول هل ده من الممكن ان هو يقصر على فوز يو بايدن اه قاسب على فوز ترامب في الانتخابات اللي جاية? الحقيقة لا يعني مش شايفين ان ده هو المؤثر. ليه? لان في 2016 كانت عملت حملة تشويه على دولارد ترامب وكانت برضو كل الاستطلاعات بتقول يعني كان في اه اكتر من تلاتة وخمسين المية اه اصوات بتايد هيلر كلينتون وفي واحد واربعين في المية كانت لصالح دولارد ترامب. لو حضرتك شايف ان ان الممكن انتخابات تروح لدولارد ترامب او ان هي تروح لجو بايدن يا رب تكتب لها تحت في القوم انتوا تقول لنا ايه اصبابك. هنبدأ باول حاجة خلال التحليل الفني للسؤول الامريكي معنا وهو الداو جونز الحمد لله كنا مفاقين في حركة الداو جونز اوها كانت الهجوء الصعود او كانت الهجوز. مسلمة دلوقتي عند منطقة السبعتاشر تمنمية ستة واربعين وما زال واقف الداو جونز عندها. الحقيقة بشوف ان طالما كسرنا المنطقة او طالما ان نقدر ان احنا نختارك الترند اللي موجود عندنا ده فمن المفترض ان احنا هنقدر ان احنا نشوف ده وجونز صاعر برة تانية. هنقسم اهدافنا طبعا هنكون اولى هدف عندنا تمانية وعشرين متين اتنين وسبعين. ثاني هدف عندنا تمانية وعشرين خمسمائة خمسة وعشرين وبعد كده تمنمية وعشرين سبعمية ستة وثلاثين وهيكون اخر اهدافنا التسعة وعشرين الف. طيب سا هنبدأ بقول سامي معانا وهو سامي تسلا واللي هنشتريه ان شاء الله واللي بتوقع الحمد لله برضو كنا مفققين في حركة الهبوط الخاصة بسامي تسلا وكنا قلنا ان سامي تسلا واقع ونحددنا مستهبات بتاعتنا. سامي تسلا وصل لتلتمية وخمسة وعشرين. ما زلت برشح لسامي تسلا ان احنا هنصعد بي نتوقع الهبوط مع بداية التدولات. هنوصل لمنطقة تلتمية تلاتة وتلاتين فاصل تمانية وتمانين. هيكون عندنا تلتمية اربعة وتمانين فاصل واحد وعشرين اول تيك بروفت تاني تيك بروفت ربعمية وعشرة. اخر تيك بروفت معانا هيكون ربعمية ستة وتلاتين. ان شاء الله نقدر ان احنا هنستهدف من التريدة دي اكتر من تلاتين في المية. ان شاء الله تكون تريدة كويسة. هنحوك للسو بلوس بتاعنا اسفل المتين تسعة وستين ان شاء الله. هو نوعا ما هيكون اه حوالي خمستوشرة في المية. فارد لو هتقسم العقود تدخل بس بجزء ما بسيط في البداية ومن بعد كده تبدأ تقطر في العقود وصولا لاخر للمستهدفات. معا كده معانا سهم دي بي. عندي من هنا نموذج من نموذج الهرمونيك هو نموذج الكفاش الممتد. وصلنا للمنطقة دي من عندنا. من بعد كده هيكون عندي الدعم بتاعي القوي التمانية اه التمانية تلاتة وستين سنت. واللي حيا بشوف ان من الممكن ان السهم يعمل يختارق المنطقة دي بالشكل ده. ومن بعد كده يطلع مرة تانية اهم بعد كده هيكمل في دايرة الهبوط. من ممكن تمانية تلاتة وستين سنت. وبعد كده هيجيب لي التسعة فاصلة عشرة. ومن بعد كده هنهبط وصولا لمنطقة السبعة اه التسعة وخمسين سنت ومن بعد كده هنكمل في دايرة. الصوت. الحقيقة برضو ما زلت بشوفه كان عمل لي من هنا كناس عالية. الحقيقة تم اختراقها. فالحقيقة حتى لو تم الصعود من المنطقة هيكون بيستهدف معنا الحداشر آآ فصلة تمانية وستين. ومن بعد كده هنشوف هبوط ان شاء الله آآ نتوقع استهداف الهبوط بتاعنا. لنقصة عشرة آآ عشرة دولار. ومن بعد كده ان شاء الله نقدر ان احنا نشتري مرة تانية هيكون باستهداف الحداشر. بعد كده تعالى نروح نشوف اكس ال اف. اكس ال اف عمل لي من هنا نموذج آآ مستطيل. الحقيقة انا بقلق لما بشوف نموذج المستطيل آآ بحاول ان انا جاهدا آآ آآ هنتظر الاختراق الاعلى او الاسفل. لكن تميل التحاولات او التريدات للهبوط اكتر للتلاتة وعشرين فاصلة تسعة وستين آآ للتلاتة وعشرين آآ فلات. ومن بعد كده ان شاء الله اقدر ان انا شوف هبوط اقدر ان انا شوف صعود يستهدف معي. اللي اربعة وعشرين خمسة وسبعين. وبعد كده الخمسة وعشرين اربعين ان شاء الله. آآ اخر سهم معنا هو سهم سي اف. الحقيقة كنا موفقين في حركة سي اف خلال تلولات الاسبوع اللي فات. الله الله الله. قلنا قلنا آآ كنا دخلنا عليه صفقة خلال تلولات الاسبوع اللي فات. وكانت الحقيقة الحمد لله كانت صفقة آآ آآ موفقة. جابت الهدف بتاعها بسرعة. فبدلوقات احنا بنتوقع ايه لسهم سي اآآ سي اف. بشوف ان احنا ممكن آآ آآ يهبط معايا كده غبوط تصحيحي للتلاتة وتلاتين فاصلة تمانية. ومن بعد كده ان شاء الله هنشتري بهدف الاربعة وتلاتين فاصلة تسعتاشر. فكده نكون خلصنا فيديو تحليل الاسبوع. حللنا بدأ جانسو ابتر من سه. وتكلمنا على الاسباب الاقتصادية اللي ممكن تؤثر على حركة الدا وجانسو خلال تدولات الاسبوع. بالتوفيق لنا جميعا. يا لب تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب. ولو حضرك محتاج اي سؤال ياريت تكتبه لنا تحت في الكومنت كم حضراتكم. وسامة زاري من اكاديمية دي برو تليدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته